اهلا بكم مشاهدي انفس تيفي ارجعنا لكم في لقاء جديد اللي غيجمعنا اليوم بالمكاتب والباحث والشاعر محمد مستاوي اهلا بك استاد استاد واش كتشوف بانك هنا وحد الحيف تجاه الفن الامازيغي والاغنية الامازيغية واقع الاغنية المغربية بصفة عامة والاغنية الامازيغية بصفة خاصة واقع كارتي قبل كورونا وجد كورونا اوزت بحيث الفنانون اجد اغنية الامازيغية التي امارسها و ابحث فيها ولدي فيها مؤلفات ان العديد من المبدعين والعديد من الممارسين لها تخلوا عنها اخيرا كتبت من الهواء الى الاحتراف بين الامس واليوم الاغنية الامازيغية اغنية الامازيغية لما كانت لما كانت ساكنة البادية في باديتها وكان الفن الامازيغي في البادية كانت رقصات احواش الليلة كلها رقصت للرجال وللنسوة وللفتيات كانت كان الفنان يعبر عن ذاته عن واقعه عن واقع مجتمعه يكفي ذاك انها دي مرحلة العواية كل قرية تجد فيها احواش من البتلان بعد العشاء الى الصبح ولو في فصل الحرط والحصاد ولكن بعد الهجرة التي فرضها فلطت هذه الظروف فرضها الجفاف المستمر فرضها تمركوز الشغل في بعض المدن كل المدن اذا حاجر السكان بحثان عن لقمة العيش وعن الدراسة للأبناء وعن التطبيب وانت الامراض اخيرا اصدرت وصديقي كيك رحب الله كتاب قبلة دوزدوت التي انتم إليها المجل والدكرة بالبحث الذي اجريناه وجدناه لائحة طويلة من الامراض كانت في المناطق هناك في اقليم تارودانت بادية تارودانت قضت على الحرط والنسل كما يقال اذا هنا اضطر الناس الهجرة الى المدن وإلى خارج الوطن الى فرنسا قصة موغا الذي جاء وذهب بخيرة الشباب الى لحفر المعادن هناك وكذا اذا الاغنية بدورها هجرت الرويس هجروا الى مراكش وإلى ضرب غلف وإلى بعض فيهم ومنهم من كان ينتقل من من ضوار الى ضوار الى ولكن اخيرا انتقلوا الى المدن فبعد ان كان الريس مثلا المبديع لكلمات وللالحان ولكل شيء علما بان الاغنية الامازيغية ليست كاغنية كالاغنية العربية الاغنية العربية تساند ها الصحافة الأغلبية تم درسوا تساندها الصحافة والمؤلفات والإداعات وكل شيء ولكن كانت تقوم بدور الجريدة والكتاب المسرح والسينما دينا مثلا البنسير الثائر وجنطي الحسين الجنطي الذي سجن أربع مرات أيام استعمار كانوا يقومون بتوية وتحريك الجماهير لمقاومة المستعمير والحمد لله واتقنا ما استطعنا توتيقه في بعض الكتب التي صدرناها أنا أتيت الآن من الهواية لما كان الإنسان يمارس الأغنية للتعبير عن الدات وعن الآخر عن آلامه وآماله وعن آلام وآمال مجتمعه لكن بعد الهجرة جاءت إلى المدينة استقبلته بالأحضان في البداية ولكن وجدها لبوء شرسة تطالبه بالكرا تطالبه بالدول مع وكان يأخذ الدول مع بالمجان والسكن بالمجان وكال إذن تطالبه ب تمدرس كتب دفاتير كذا بالملابس بأشيال مك إذن الرئيس أصبح في وضعية أخرى أصبح متشائما بعد أن كان يبدع في حالة سرور في حالة تعبير كهوين كان كمحترف وجد المتطلبات جاءت ما يسمى بالبراطاج كان الرئيس في المدينة كانوا مثلا ينتجون آلاف الأشرطة تسمع في البواد والحواضير وكانت الشركات تتهافت على فلان لمكانته وفلان ولكن بعد جاءت الأسمو بعد البراطاج الرئيس كيشجل الصباح يلقى الأولوف من ذاك الشي اللي شجل كيتباع بالنص ذاك الشي اللي كتطلب الشركة هنا صاحب الشركات لا يريدون مجردون مجردون ومرت صاحب الشركة يفرض عليهم يقولون بسي من أن يجب أن تسب وشتن من رئيس أخور ونحن لن نزل بها واحد العداد تخلى وثم واحد العداد من الناس اللي يحملوا هذا يحملوا هذا يحملوا هذا الاسم ماتوا يجب أن مثلا وهروش اللي كانت تشد على أغنية الضبيط تلتشور في مينتانوت اللي شدنا البنسير اللي تقبط تهواء جنطيل اللي كانت لك أربعة هذا المرات يعني وعبارة باش نعرفوا لمكانة ديت الأغنية المغربية هي أنها أن الشعر الأمازيغي هو غنائي كامل سواء كان مكتبة أو غير مكتبة ما تقدرش تدرش حاجة من غير إليك تغني مع رسك الشعر الأمازيغي تاريخ الأمازيغيين في شعره تاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي مثلا السلسلة اللي خرجتها اللي فيها الهجرة والاغتراب في الشعر الأمازيغي حوالي تسعود حوالي تسعود وربعين قصيدة وعربتها باش الناس خلين يعرفوا لوحدة التورابية في الشعر الأمازيغي كدهو خمسين قصيدة وكدهو ربعين شاعر من أروايس وأحواش مترجة من العربية هنا نقوم الشاعر والفنان تتلقاه سياسي تتلقاه اجتماعي تتلقاه تلعب أدوار أدوار كبيرة في هذا في غياب في غياب المؤسسات المعنية بالدفاع عن هذه الارت الوطني الإنساني الحضاري الأغنية المغربية بصفة عامة واحد العدد تخلاو بشوك كيمتهنوا مهن أخرى وفيهم اللي كي يزاوجوا بين هذه بين الفن ومهن أخرى لكي يستطيع توفير العيش لأسرته من نسبة القنوات الأمازيغية واش قدرات أنها توصل صوت الفنان الأمازيغي والتقافة الأمازيغية لكي يوصل القنوات الأمازيغية الآن الأغلبية هو ما استطاعت بعض الشركات أن تتعقد معهم سواء تعلق الأمر بالأغنية الريفية أو الأطلسية أو السوسية ولكن رغم قلة ما سجلوه مع هذه الشركة ما سجلته هذه الشركة وتلك أول ملاحظة أن أصحاب الشركات لا علاق لهم بالفن يبحثون فقط عن الثنان الرخيص الذي س يوفر لهم الربع ما يتعلق بالقنوات الأمازيغية بغينا نعرفوه شكين إقبال إليه كين في البوادي والتفاة في الحواظير لأن ذلك الرويس اللي كتدير وذلك إحواشنا والمسائل اللي كتدير تذكرهم بالبادية تذكرهم بفنهم تذكرهم بهذا لديها ولكن ما لم تكن هناك قنوات خاصة لا تستطيع القنوة الأمازيغية وحدها أن تقوم بالمطلوب لا بد من تدخل الخواص لتوفير قنوات مثلا في الإدعاء الآن كأن هناك إدعاء خاصة كل إحدى توفر ما استطعت توفيره ولكن بالنسبة للقنة الوحيدة لا تستطيع أن تلبي رغبات رغبات النعامة مثلا تقوم ببعض اللقاءات مع الباحثين مع بعض الفنانة ولكن ذلك غير كافي وكان هذا هو لقائنا بسيد الشاعر والفنان والصحفي المهاني محمد مستوي على أمل لقائنا في اللقاء الجيد إن شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى